أهلا بكم متابعين الكرام عاجل خناء بين السولية ومحمد شريف وقهربا يتدخل للصلح بينهما انتهى الخلاف الذي حدث خلال مجريات مباراة الأهل ومصر المقصة في الجولة الأولى من مصابقة الدور الممتاز بين السناء عمر السولية ومحمد شريف بعدما دخل في خلاف خلال مجريات اللقاء وتم انتهاء الأمر بعد إحراز السولية الهدف الثالث للأحمر في الدقيقة 87 من عمر اللقاء وبدأت المشدة بين السناء بعدما قام عمر السولية بتعنيف محمد شريف من أجل أداء أدوار الدفاعية لكن الأخير لم يتقبل الأمر ودخل في مشدة كلامية نجح ناصر ماهر ومحمد مجدي أفشا في احتواء الموقف وفور تسجيل عمر السولية الهدف الثالث للنادي الأهلي احتفل محمد الشريف مع السولية بعد نصيحة قهرباء للأخير وتم انتهاء المشكلة بالسلح بين السناء وحقق النادي الأهلي الانتصار على نظير نادي مصر المقصة في الجولة الأولى من مسابقة الدور الممتاز والتي تقام إحداثها على أرضية ملعب الأهلي والسلام